ميليشيات الحشد باتت صاحبة القرار النهائي في تحديد المستقبل السياسي للأحزاب الحاكمة في العراق على غرار الدور المنوط بالحرس الثوري الذي يحدد مصير النظام الإيراني هكذا وصفت صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية تعظم نفوذ ميليشي الحشد في السنوات الأخيرة وتحولها من قوات رديفة للجيش إلى سلطة مطلقة تهيمن على الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية وتنقل الصحيفة عن المركز الفرنسي للأبحاث والدراسات العراقية أن الأحزاب والميليشيات الولائية التي شكلت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد السوداني تتبع استراتيجية متمثلة بدولة ضعيفة وحشد مسلح قوي كأساس لعملها السياسي للمحالة المقبلة إحصائية حكومية صدرت في شهر تموز عام 2023 ذكرت أن عدد عناصر الحشد بلغ 238 ألفا مقارنة بـ 122 ألفا عام 2021 مع رواتب تقدر بمليارين وستمائة وخمسين مليون دولار ويكشف هذا العدد المتزايد من عناصر الحشد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع انتفاء الحاجة إليهم بعد انتهاء القتال مع تنظيم داعش الهدف الذي تعمل عليه أحزاب إيران في العراق وفق استراتيجية أعدها الحرس الثوري الإيراني لبناء معادل تابع له في العراق ولكثرة ما أوغل الحشد في دماء العراقيين ومزق دولتهم أصبح منبودا ليس في المدن التي نكل وهجر سكانها في غرب العراق فحسب بل إن النقمة عليه تتثاقم في وسط وجنوب العراق ولم يبق له سوى القمع وشراء الذمم للبقاء في السلطة وعلى هذا ذكرت صحيفة أرب نيوز البريطانية أن الحشد أصبح من المستحيل أن يتخلى عن العملية الديمقراطية الزائفة وسيبقيها مجرد دمية يتحكم بها ويحكم البلاد من خلفها وتؤكد الصحيفة للعراقيين أن المجتمع الدولي وخصوصا الغرب لن يحرك ساكنا لتحجيم نفوذ ميليشيا الحشد ولهذا فعل العراقيين الاعتماد على ثوراتهم الوطنية لاستعادة هوية بلدهم والحصول على حقوقهم